كثير للأسف كثير بهاجموا الكتاب المقدس بهاجموا كلمة الله إنه من خلال هذه الأنواع والطرق اللي بتتكلم عنها يعني منشوف الصورة المتكاملة للوحي المقدس وإنه هذه النبوات والأنبياء اللي ذكرتهم يعني في فترة زمنية يعني يمكن أكتر من 1500 سنة الوحي وكتبوا بطرق وبأماكن عديدة وما فيش حد بناقضة تاني ولكن كل نبوة بتكمل النبوة الأخرى حتى تشوف الصورة المتكاملة عن شخص ربنا يسوع المسيح أليس هذا المقصود طبعا؟ أعتقد أنه لو كان من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثير فكله بكمل بعض يعني فيه تناغم فيه تناصق فيه انسجام بكلمة الله وفيه تذرق في الإعلان نعم يعني مثلا مع آدم يقول لنا الوحي أنه سنع الرب أقمث من كل يجي هبيل يؤمن بأنه هي دي طريقة الله للحصول على البر فيقدم بالإيمان ذبيح قيين بيرفض طرق الله لأنه من الشرير فبنفهم أنه لازم يكون فيه ذبيحة لحد ما بنوصل لإبراهيم وبنفهم أنه الذبيحة دي مش كافي أنها تكون من الزبائح الحيوانية لأن لا يمكن أن دم الثيران وثيوث زي ما بنشوف للثالث العبرانيين يرفع خطايا فالذبيحة لا يمكن بأي حال من الأحوال عن أن تقل عن كائن بشري فبيقول له خذ ابنك إثحاق وحيدك الذي تحبه إثحاقه محرقة ويثر على المكان أحد الجبال الذي أريك وهو جبل المرية اللي هو بعينه جبل الجلجثة فبنبث نلاقي الإعلان تدريكي خليني أرجع للآية الأولى الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة لاحظ أنه الله تكلم من خلال الأنبياء وذكرت أنت شوي عن أنواع وذكرت طرق فلو حبينا نجزئ الثلاث كلمات إيه الرسالة اللي ممكن نفهمها من خلال هذه الآية وين عاوز يوصل بالموضوع في أنبياء وفي أنواع وفي طرق عايز يوصل للمسيح لأنه الرب له كل المعجز سواء مع تلميذية عمواث بعد قياماته أو مع التلميذ في العلية أراهم جميع ما هو مكتوب عنه في نموث موسى والمذامير والأنبياء إذن الكتاب من ضمن ثحة وحيه أنه بيتناول موضوع واحد من ضمن إعجاب هذه الكلمة وحدة الموضوع فمش واحد بيكلمني عن أمر والتاني بيكلمني عن أمر مختلف تماما لكن كل الكتاب هو موضوع ابن الله في الرموذ في النبوات في مشاعره حتى بنقرأ عن مشاعر المثيح كثيرا في ثفر المذامير كيف أنه توكل على الله بكل قلبه كيف أنه لم يصنع شيئا لنفسه كيف ترك من الله في ثعات الظلمة الرهيبة كل هذا بنلقى في هذه الكلمة فهذا الكتاب الموحى به من الله موضوعه يكاد يكون الوحيد هو ابن الله الوحيد اشتركوا في القناة